الموضوع بيرجع لسفر التثنية إصحاح 24 من الآية الأولى للآية أربعة وموسى بيتكلم عن يعني إذا شخص أو إذا رجل أراد وجد عيب شيء هاي الكلمة عيب شيء فممكن يطلق طبعا سمح واتطورت الأفكار إلى أيام المسيح بمدارس كثيرة لتفسير ما هو عيب شيء ففي مدرستين طبعا اللي هي مشهورتين كانت مشهورة في أيام المسيح مدرسة لواحد معلم أو حكيم يهودي اسمه هليل وعلى فكرة بولوس درس عند رجليك جمال إيل جمال إيل بكون الحفيد الأصغر لهذا المعلم الكبير هليل كان يعني متحرر في أفكاره فيعني فسر كلمة عيب شيء يعني ذكر أمور كثيرة اللي مش بس علة الزنا طبعا هو يؤمن الزنا لازم يكون في طلاق لكن ذكر أشياء حتى لو شيء ما أعجبوش حتى لدرجة قال إذا الزوجة أو إذا المرأة حرقت الطبخة فيك تقول طالق يعني بشكل عشوائي طبعا المدرسة الثانية هي مدرسة الشمعي هي مدرسة محافظة كان شخص محافظ قال إلا لعلة الزنا بس الطلاق مسموح لسبب واحد اللي هو لعلة الزنا والظهر أن المسيح عم بيقتبس وبشدد على هذه الناحية من المدرسة أو بالأحرى بيركز على كلمة الله في الكتاب المقدس